أفدت مصلحة الطرق والجسور في ليبيا في بيان تقييمي لها بأن الأضرار ناتجة عن يصار دانيل الذي ضرب مدينة درنة تسببت في انهيار البنية التحتية بالمدينة أكان انهيار السد درنة قد فاقم من حشم الأضرار أشرت مصلحة الطرق والجسور في ليبيا إلى أن شبكة الطرق المنهارة تقدر تقريبا بثلاثين كيلومترا كما تضررت الجسور المقامة عند مجرى الوادي بالكامل وهي جسر وادي الناقة وعبارة وادي الحسنى وعبارة وادي المطبعي جسر الأرلندي الوادي أضاف نفس البيان أن المساحة التقديرية المتضررة بجوار الوادي تقدر بتستعين هكتارا بالإضافة إلى تضرر طريق الساحلي على مساحة خمسين كيلومترا غرب درنة وطريق الساحلي على مساحة ستين كيلومترا باتجاه سوسا بينما بقي طريق الظاهر الحمر الطريق الوحيد المفتوح لاستخدام حركة المرور